هاي القل دي بس الشخصيات اللي انت بتقلديها ولا فيه شخصية نفسك تقلديها بس انت لسه بتدرسيها وحاسة ان فيه فرق شوية في الشكل منكو او في التكوين فبتحاولي تشتغلي عني هقول للحضوريتيك انا اشتغلت على شخصيات كتير وحتى استاذة يساعد يونس في باكيزة وزاغلون اشتغلت برضوك على استاذة سهير البابلي في روايا وسكينة بس انا اشتغل بالميكوب على نفسي ببتدي ان انا ادى واجيب الشخصية في الشكل والحواجات لكن بشكل انا ما اعتقدش لأ يعني ممكن هي استاذة ناشوة مصطفى بس طب على فكرة بقى ان ناشوة صديقة ونجمة كبيرة وبتتفرج ساعات علينا فممكن تبقى شافاكي دلوقتي لو قلتها اتحاكي اتمنى والله طب ايه ماشي ممكن المشهد اللي هو بتاع لما جالها عويس وقيت لها شلبي لحوان اللي عنيم جاب لبعضيها لا واحد وجهت واختعت لها لا ليه برد واحد ردت عليها وقيت لها يلا ها عويس والسلام هضحي عشان خطركو انا بحب المشهد ده ليها وهو المشهد ده اللي عمل ضجة معايا لما كان جالها عويس وهي اصلا ما كانش غوية التعليم وكده وبرده كناس كتير تطلب مني ايام الامتحانات المشهد بتاع ان هي مش غوي علام وكل الكلام ده وان هي عايز تتجوز وتعيش في بيت تاني فبرضو كده مشاهد جابت معايا يعني فيوح عالي طب هلوة بصي انا دع بقى فلاش باك ايام لابياد وسوت والنجمات الجمدين قوي اللي كانوا زمان اللي بات زمان تقال لي دي مين فيهم ايام لأ لأ صعب بس ايام لأ لأ صعب بس ايام لأ بس انا صعب ورحها يعني كان في فيديوهات كنت بعيدا عن لا شكل ولا حجم أستاذة هندوستم طوال ايوة بس انا كنت الايكونة كم فيه مشهد انا كنت عاملها ليه انت جميلة يا اسلام والله الله يحفظك يا رب اسلامي كم فيه مشهد انا كنت عاملها ليه بس بعيدا عن الهو ما كانش جايبش شكلي بس كنت بحاولي انت جميلة زي ما انت يعرفك طبعا الايكونة هندوستم ونجماتنا بس انت جميلة وانت يازم تبيعارفها ده طبعا فهو صحيح انا مش فاكرة المشهد ولكن يعني او انا مش فاكرة لاني عارف انا عاملة فين فالفين وعشوين تبدأت الفين وعشوين ايه كانت هي مع ابن حميدو وكان بيحاول ان هو ايضايقها وكده بس اول ما بدأت عامله قالوا لي مش شكل خالص بس انا كنت بحاول اللي هو قلد لان انا بحبها بس اه